وكأنه مجبول على الحروب حرب أخرى تشن على العراق تظهر مع موسم كل حصاد تستهدف أمنه الغذائي حرائق تلتهم المحاصيل الزراعية في أغلب المحافظات تأكل الأخضر واليابس مع بداية كل الصيف ومع انتظار الزراع لفرحة حصاد ثمار جهدهم الطويل تشب النيران في آلاف مؤلفة من الدونمات المزروعة بالحنطة والرز ومحاصيل أخرى والفاعل مجهول كالعادة أصابع الاتهام أصبحت كبوصلة معطلة تاهت عنها الاتجاهات فهناك من يعتقد أن المزارعين أنفسهم من يحرقون خيرهم طمعا في التعويضات وهو أمر مستبعد إذ لم تصرف تعويضات المزارع التي أحرقت قبل سنوات وهناك من يشير بسبابته نحو جارة تهدف لإلهاء العراق عن حصصه المائية لتقتل أرضه وزرعه قبل أن تقبض روح رافديه وهو أمر وارد وهناك من يؤكد أن جارة أخرى تهدف من حرق زرع العراق لتضمن بقاء قطاف زرعها في أسواقه وهو أمر أقرب إلى التصديق ومع كترة التأويلات والقراءات تظل النتيجة واحدة أمن العراق الغذائي يحرق قبل قطافه ووسط كل ما يجري من عبث وحرق لخير العراق وقوت أهله وهو تكرار اقتورن مع كل صيف أو حصاد تتداعى العلامات الحائرة وتظل حائرة كحيرة العراقيين المثقلين بالمآسي والهموم والحروب منذ الخلقة أي يد عابثة تحرق قوت العراقيين؟ أي روح آثمة تحرق السنابل المحملة بالخير؟ أين الأجهزة الأمنية بقواتها ومعداتها وتقنياتها وإمكاناتها من كل ما يجري؟ ولماذا لم يكشف عن العابثين بقوة العراقيين حتى اللحظة؟ أما نحن فلا نملك في مواقف كهذه إلا أن نقول يا نار كوني بردا وسلاما على العراق بأرضه وزرعه وإنسانه ورافديه كوني بردا وسلاما على العراق